وده كانت الأسباب اللي خلت الليمون البرازيلي هو اللي يكتسح باية أصناف الليمون وتنتشر زراعته في الفترة الأخيرة وخاصة في الدول اللي فيها دراضات حرارة مرتفعة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليمون البرازيلي انتشر في الفترة الأخيرة في زراعة الليمون في المشاريع الزراعية وده بسبب المميزات الكتيرة اللي اشتهر بها الليمون البرازيلي لما جينا نقارن الليمون البرازيلي مع بي أصناف الليمون كان الليمون البرازيلي حصة الأسد من المميزات والمواصفات العالية وده نذكره أثناء الفيديو هنزرع الليمون البرازيلي ومن ضمن مميزات الليمون البرازيلي انه ما يكونش فيه بزور وبالتالي قدامنا حيلة منذ يتاحت لازم لبتاحًا لدينا الشتلة الليمون الجيد أول حل فيما يتلاح لمدةة من المشتل أول حل فيما هو بلنا أردت شهتًا من المشتل mismatchه لهذا الأشدال الليمون الجيد غني وآخر حال Bana أول liter د vocês ان pengchar poran NFA بنفس الطريقة لو اتوفر عندي هرمون تجزير هستخدم هرمون تجزير لو ما توفرش عندي هرمون تجزير هستخدم الولوفيرا انا بالنسبالي بستخدم هرمون الولوفيرا او بستخدم صبار الولوفيرا هاخد العقلة بنفس الطريقة وهقص العقلة بالنسبالي انا هقصها على ارتفاع 15 سنتي انا حاول ان انا خلي العقلة اكبر شوي عشان يكون عندي نسبة براعم عليها هقص عقلة الليمون هزرع عقلة او هزرع اتنين في النهاية خالص يهمني ان تنجا عندي عقلة واحدة هاخد العقلة وهاشيل اللحاء الخارجي او اللحاء الميت هنضف العقلة من الاسفل بنفس الطريقة وهي هغمزها في هرمون الولوفيرا بنفس الشكل هجيب قصيص وهستخدم تربة تكون خفيفة انا بالنسبة لي هستخدم سماد مشتا هزرع عقلة الليمون وافضل موعد لي زراعة عقلة الليمون هو الشهر فبراير في دول الخليج وتمتد زراعة الحمضيات بشكل عام او الليمون في الدول العربية الى شهر مارس طول ما كان الجو معتدل ازرع عقلة الليمون او الحمضيات مفيش فيها مشكلة بالنسبة لي دول الخليج شهر اثنين بيكون الجو فيه معتدل فيعتبر هو ده افضل موعد لي زراعة الليمون بالعقلة او الحمضيات بشكل عام انا بالنسبة لي هزرع فيه 15-1-2022 فلسه فيه برد فهستخدم غرشة مي او ازازة مي حضرتك لو تزرع في جو معتدل مفيش داعي ان انت تستخدم ازازة المي ولو استخدمت ازازة المي في اي وقت من الاوقات لازم تراعي نقطة الرطوبة العالية ان الرطوبة ما تتجمعش داخل زجاجة المي او داخل ازازة المي لو لاحظنا ان في رطوبة عالية تجمعت جوه افتح الغطاء بنفس الطريقة وخلي النبتة تتنفس او العقلة تتنفس وارجع مرة تاني اقفل الازازة بنفس الشكل هنستمر على متبعة الازازة في اي وقت هلاحظ ان الرطوبة اتجمعت في الداخل هفتحها بنفس الشكل وهارجع مرة تاني اقفلها تاني هحافظ على رطوبة الطربة الطربة ما تنشافش وفي نفس الوقت مش اغمرها بالمي هنا بدأ يطلع عندي نمواتوي براعم في عقلة من الاتنين انا يهمني في الاخر عقلة واحدة هشيل ازازة المي العقلة التانية اتاخرت لكن بدأ فيها ظهور النموات لو لاحظنا هنلاقي بدأ تنمو بالطحالب وده نتيجة الرطوبة العالية اللي جمعتها ازازة المي لو احنا مش متابعين النبتة وبنفتح الازازة كان اوراق الليمون تأثرت ويد حرقت هنا ما شاء الله النمو الخضري ممتاز وضع النمو ما شاء الله جيد جدا هنا ما شاء الله بدأت النموات تظهر ويد تكبر اعلى من ازازة المي فبالتالي لو الجو بارد هتطر ان انا اغير الازازة دي لازازة كبيرة لو الجو معتدل فمفيش مشكلة هبدأ اكشفه طيب العقلتين وضعهم ما شاء الله ممتاز وما عدش داعي للازازة لان الرطوبة بدأت تأثر على الاوراق بدأت النباتات تتأثر بالرطوبة فبالتالي خلاص منوش داعي ان انا اغطي مرة تاني هالا بسطحه التربة واضيف اسمدة ويفضل ان انا اضيف دفعة سماد حديد ولكن تكون دفعة بسيطة جدا جدا ويضيف السماد العضوي وابدأ اعطني بالنباتات عندي وده ان شاء الله بسيطة هنشوفه في فيديو قاتل لو الجو بارد ممكن ان انا حافظ على العقلة الصغيرة بنفس الشكل اللي بيميز الليمون البرازيلي عن داي اصناف الليمون واللي خلى الليمون البرازيلي ينتشر وخاصة في الدول اللي فيها درجات حرارة مرتفعة ان الليمون البرازيلي بتحمل درجات حرارة اعلى النقطة التانية الليمون البرازيلي انتاج عالي النقطة التالتة الليمون البرازيلي حكم السمرة بتاعته كبير نقطة الربعة الليمون البرازيلي بدون بزر الناقطة الخمسة الليمون البرازيلي بيصمر لا يقل عن تسع شهور في العم طبعا يقال انو بيصمر على مضار العام لكن انا بن 얼بالي ما اسمرش عندي على مدار العام تقريبا حوال هي تسع شهور حيا لو حضرتك شايف انك استفدت من محتوى الفيديو ما تنساش محمد عيد بدعوة طيبة وما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك أتمنى من الله ان يكون قدمت حضرككم معلومة مفيدة أتمنى ان الجميع يكونوا استفاد ولا تنسوا زكاة لعلم تبليغه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته